من يقف وراء منظمة اتخيال انتغناسيونال غير الحكومية السويسرية التي تهدد الجيش الجزائري يتساءل كاتب المقال وفي تفاصيل كشف للمسطور عن هذه المنظمة التي تدعي أنها غير حكومية في حين أن معلومات مؤكدة حسب كاتب المقال تشير إلى أن اتخيال انتغناسيونال تتلقى تمويلات من أربع وزارات خارجية تابعة لدول غربية ونشاطها مدعوم من منظمة عالمية مشبوهة تدعى المجتمع المفتوح The Open Society هدفها تسويق لديمقراطية مزعومة تقسر كل القيود ولا تحترم قيم المجتمعات وسيادة الدول مستعملة مؤسسات الدول المساندة لهذه التوجهات على غرار جهاز العدالة السويسرية فكيف لعدالة تدعي الاستقلالية والنزاهة تتأسس في قضايا تمس سيادة الدول وتشوه سمعتها عن طريق منظمات مشبوهة فالطعن في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وإنكار جهودها عندما حاربت وحدها الإرهاب في التسعينات حينما كان العالم يرى بأن ما يحدث في الجزائر حرب أهلية ويطرح معها نظريات تلتف حول الواقع ليؤكد مصار التاريخ فيما بعد أن الجزائر ضحضت وحدها آفة الإرهاب ببسالة جيشها ووحدة شعبها وبعيدا عن الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية يبدو أن الضباب الذي يتشكل في العادة على أجواء العواصم الغربية يحجب في كثير من الأحيان الرؤية عن مؤسسات هذه الدول عن ما يجري من حقيقة في العالم فالجزائر الحرة السيدة بقراراتها السياسية ومواقفها الدبلوماسيات الثابتة لا تقبل الإبتزاز وترفض كل أشكال المساومات